اهلا بكم مشاهدينا الى المجلس الاقتصادي اصدر مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا انهى بموجبه رسميا تفويض لجنة الامم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الاضرار الناجبة عن دخول العراق لكويت عام 1990 بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المنترتب عليها للكويت وقدرها 52 مليارا و400 مليون دولار وبحسب القرار الذي ساقطه المملكة المتحدة فان مجلس الامن يؤكد ان عملية التقديم مطالبات للجنة اكتملت الان وبصورة نهائية وانه لن يتم تقديم اي مطالبة اخرى للجنة يشار الى ان اللجنة تأسست في ايار عام 1991 وكانت مسؤولة عن ادارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائدات منبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي اقرت وزارة التخطيط الحالية بارتفاع التضخم في العراق بنسبة 6% وقالت الوزارة الحالية ان عوامل داخلية وخارجية عديدة تقف وراء التضخم السنوي للعملة في البلاد الى جانب حجم الكتلة النقدية الموجودة في التداول ونسبة الاستثمار واضافت وزارة التخطيط الحالية ان العامل الرئيس الارتفاع وانخفاض التضخم في البلاد مرتبط بحجم الكتلة العملة النقدية الموجودة للتداول والاستثمارات والاستيرادات اعلن محافظ ذيقار محمد الغزي عن ان اكثر من 600 موظف يعملون في مؤسسات حكومية بالمحافظة يتقاضون اكثر من راتب واوضح الغزي ان اللجنة المشكلة للنظر في التقاطع الوظيفي لعقود المشاريع مع الدوائر الحكومية وجدت اكثر من 600 شخص قابل لزيادة متعينين في مؤسسات حكومية اخرى ويتقاضون راتبا اخر من مؤسسات اخرى اعلن مطار دبي على انه احتفظ بالمركز الاول عالميا باعتباره اكثر المطارات ازدحاما لاستفر الدولي حيث قام نحو 29 مليون مسافر برحلات عبره العام الماضي وتمثل اعداد العام الماضي زيادة بنسبة 12% في حركة المرور عبر مطار دبي مقارنة بعام 2020 والذي سجل ما يقرب من 26 مليون مسافر ورغم عبور اكثر من 29 مليون مسافر العام الماضي عبر مطار دبي فان هذا العدد لا يقترب من عدد ما قبل الجائحة البالغ 86 مليون و 400 ألف مسافر الذي سجله المطار عام 2019 ارتفعت اسعار النفط بعد ان قفزت الى اعلى مستوياتها في سبع سنوات في الجلسة السابقة مع فرض العقوبات الغربية على روسيا وارتفع اخام برند 25 سنة الى 97 دولار وتسعة سنتات البرميل بعد ان صعد الى 99 دولار و 50 سنة يوم الثلاثة وهو اعلى مستوى منذ ايلول عام 2014 وارتفعت العقود الاجلة لخارب غرب تكساس الوسيط الامريكي دولار و 28 سنة الى 92 دولار و 35 سنة للبرميل بعد ان بلغت 96 دولار يوم الثلاثة الماضي وهذه انتقالة سريعة لاسعار صرف العملات الاجنبية واسعار المعدن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم البوجز الاقتصادي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا